لأنها أطبقت الحصار على كاركوك بضاء على أكثر من خمسة أيام كيف دخلت هذه السيارات المفخخة؟ ومن أي سيطرات دخلت لكن ما نراه اليوم بالاتهامات التي يتهمون العرب به باعتبار العرب في المحافظة هم حاضن الإرهاب فهذا فشل كل من يتهم العرب في كاركوك بأنه حاضن الإرهاب فهو فاشل في أدائه الأمني ويحاول أن يلقي بالفشل الذي لم يستطيع أن يؤديه في واجبه الأمني على الجهات الأخرى أو على المكونات الأخرى